السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين العزاء اليكم تفاصيل اخبار الان يبدو ان الحكومة عازمة بالفعل لا تنزيل خطتها الهدفة الى تسهيل حصول المغاربة على سكن لايق ومع انعاش القطاع الذي يعاني ركودا ملحوظا وذلك خلال فترة ولايتها الحالية الممتدة الى غاية سنة 2026 هذا المعطى اكد قبل قليل عزيز اخ النوش خلال افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والاسكان حيث اكد مشروع حكومته بالتشاور مع شركائها المهنيين والمؤسساتين في وضع الخطوط العريضة الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالقطاع تروم اسسا تمكين المواطنين من فضاءة عيش اللائقة وسهلة الولوج واعترف رئيس الحكومة بعجز فئة عريضة من المواطنين على اقتناء سكن رئيسي حق خاصة السكن المتوسط والذي يظل حسب اخ النوش فوق استطاعة الشباب المتزوج حديثا